بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس 165 اللي خاص بأساسيات الASP.NET اليوم نتحدث عن Discipline an icon for website أنا محمد يما دعرفي بهذا الدرس راح نتعرف على كيفية إضافة icon للweb site فمباشرة لما يكون في عندي ويب سايت وأعمل له running للبيج راح تلاحظ أنه ضمن التاب اللي خاص ب الweb browser كل تاب راح يكون له فعليا icon. لأن لو رحت أنا مباشرة أعملت running لعندي هنا ضمن solution في عندي web form 1 أعملت running له هاي البيج اللي هي عبارة عن web form 1 لحط لاحظ أنه ما في إلها أي icon زي ما احنا فعليا شايفين. أوكي الآن الفكرة كيف أني أقوم بتحديد icon لإلها؟ بالبداية هاي الايكون هي تعرف بالfave icon وهي اختصار لfavorite icon وفي بعض الأسماء الخاصة فيها فممكن تلاحظ أنه بعض الأشخاص بينادوها بshortcut icon أو website icon أو tab icon أو bookmark icon وبتالي هاي كل الأسماء هي خاصة في الفيف icon. هاي الفيف icon لابد أن يكون حجمها 16 بيكسل في 16 بيكسل بمعنى أنه ويجب أن يتم تسميتها بالفيف icon عند استخدامها تمام داخل الموقع وفي هنا العديد من المواقع الإلكترونية تمام المتاحة واللي من خلالها بقدر أنشئ الإيكون اللي خاصة فيها بكل سهولة ومن أشهر هاي المواقع اللي هو عبارة عن الفيف icon.cc لو رحت مباشرة ضمن الوب براوزر لاحظ أنه ضمن جوجل عمليا هاي هي الفيف icon اللي خاصة في جوجل ضمن الفيسبوك لاحظ أنه هاي هي الايكون اللي خاصة في الفيسبوك وطبعا هذا هو الموقع اللي ذكرنا عنه اللي هو عبارة عن الفيف icon تمام لو رحت على الفيف icon الهوم بيج لاحظ أنه بإمكانك أنك تقوم بإنشاء الايكون اللي أنت بدك إياها كما أنه الموقع بيزودني اللي هو الاتست فيف icon وامكانك أنك تستخدم أي ايكون انت بدك إياها بكل بساطة تمام مجرد ما تضغط عليها بامكانك أنك تعمل تدونلود فيف icon اوكي.لان احنا بنا نقوم بعمل اللي هو ايكون اللي هو الويب فورم 1 الايكون اللي هاي اقوم بعرضها هي عبارة عن هي love icon تمام وله حتلاحظ أنه اسمها هي عبارة عن فيف icon زي ما احنا شايفين اوكي.لان بكل بساطة راح اقوم بإضافتها على اللي هو الويب فورم ضمن الروت راح اعمل click right ومباشرة ضمن اللي هو الـ see ضمن الـ data ضمن الـ icons اوكي.لان قمت بإضافة هاي الفيف icon زي ما احنا فعليا شايفين الآن ضمن عندي هنا الـ head راح اقوم بإضافة هذا اللي هو الـ line اوكي.لذلك احنا ذكرنا انه الفيف icon لا بد انه تستخدم هذا الـ line الان بدي احكي نقطة مهمة اذا كان الويب سايت اللي انت عمالك بتبني فيه له master page فبالتالي لا بد من انك تضيف عمليا هذا الـ line تمام ضمن اللي هو الـ head section اللي خاص بالـ master page اوكي.خينا نروح مباشرة الان الى اللي هو الـ visual studio وطبعا راح اقوم بإضافة هذا الـ line وانا قمت بكتابة وبداخل النوتباد زي ما احنا فانيا شايفين راح اطحت انه هنا عمالي بستخدم اللي هو الـ link section ريل اللي هو عبارة عن shortcut icon والـ location موجود ضمن اللي هو الـ root اوكي والـ type هو image x icon اوكي الان خيني يجي نعمال عندي save ونعمل running اللي هو الـ web form 1 ونشوف انه هل فعلا راح يقوم بإظهار اللي هو الـ love icon موجودة عندي هون بداخل web form 1 ولا لا اوكي لاحظ لاحظ انه عندي هون لم يتم إظهار عندي هون الـ save icon اوكي الان لو ضغطت مرة تانية اللي هو كترل و f5 لاحظ لاحظ انه فعليا اخذ التغيير الموجود عندي هون في بعض الاحيان او خليناحكي في اللي هو الـ virtual studio 2010 والنسخ القديمة لابد من انك حتى تشوف الـ save icon بشكلها بعد ما تم إدراجها لابد انك تشغل اللي هو الـ ويبسايت للك على الـ IAS تمام فبالتالي امليا احنا هنا بتم تشغيل الـ ويبسايت على الـ .NET اللي هو deployment اللي خاص في الـ virtual studio فبالتالي انت لابد او خليناحكي الـ IAS اللي خاص بالـ الـ ومباشرة ضمن على الـ وفعليا لابد انك ضمن الجزء اللي خاص اللي هو ضمن اللي هو الجزء اللي خاص في الـ تمام لابد انك فعليا ما تشتغل على الـ IAS لانه هذا الـ IAS هو عبارة عن الـ IAS اللي خاص في اللي هو الـ virtual studio تمام فبالتالي لابد انك تعملها deploy تمام فبالتالي لابد انك تختار اللي هو local IAS حتى يعمل deploy لهذا السلوشن على الـ IAS وعندها بتشوف اللي هو التغيير أوكي فبالتالي هاي من النقاط المهمة حتى تكون هاي النقطة واضحة باتمنى ان يكون درس اليوم واضح وسهل أخيرا thanks for your listening and have a great day